موسيقى فجر انتحاري نفسه وراء الجامع الأزهر في وسط القاهرة ما أسفر عن مقتل شرطيين وجرح آخرين وآلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل شرطيين وإرهابي كان يلاحقانه لمنعه من تفشير عبوة ناسفة كانت بحوزته مشيرة إلى أن المطلوب كان ملاحقا بشبهة زر عبوة ناسفة قرب مسجد في الجيزة الأسبوع الماضي وأوضحت الوزارة في بيان أن الانفجار الذي وقع على مقربة من مسجد الأزهر أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة ضابطين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ثقته في مستقبل الشرق الأوسط ورهانه عليه مؤكدا أن السعودية تملك المقاومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية وكشف الأمير محمد بن سلمان في إسلامباد التي اختتم زيارته لها عن استكمال المرحلة الأولى من الاستثمارات السعودية في باكستان مؤكدا أن بلاده ستقوم بالمزيد من الاستثمار في المستقبل مضيفا أن المملكة وقعت اتفاقيات استثمار مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار وقال أن هذا الرقم لا يمثل سوى بداية لعلاقة اقتصادية ستزيد التقارب بين البلدين الإسلاميين الحلفين بشكل تاريخي أعلنت أبو ظبي توقيع صفقة مع شركة ريثيون الأمريكية لشراء منصات إطلاق صواريخ خاصة بمنظومة بيتريت بتكلفة بلغت نحو 1.6 مليار دولار وأشار العميد روكن محمد خميس الحساني إلى أن الصفقة التي وقعت في اليوم الثاني من معرض آيدكس الدفاعي والأمني في أبو ظبي جزء من مجموعة صفقات تسليحية أخرى مع شركات أجنبية بلغ مجموعة نحو 3.2 مليار دولار في يومين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قيام الرجل الثاني السابق في وزارة العدل الأمريكية ببحث تفعيل مادة في الدستور لتنحيته هو جزء من أفعال غير قانونية تشكل خيانة له وذكر رئيس FBI بالوكالة لقناة سي بي سي بأن مساعد وزير العدل حينها بحث إمكان الإطاحة بترامب في 2017 بعدما أقال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر